السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقدم الكائنات الحية اللي عاشت لملايين السنين على كوكب الأرض هي البكتيريا وعلى الرغم إنها من أدق المخلوقات الحية اللي يقدر عقلك يتصورها إلا إن تاريخها حافل بالتجارب المسيرة والصراعات الدامية واللي قدرت من خلالها تستفيد وتتعلم من كل تجربة علشان تستمر في البقاء وتنتشر في كل أرجاء المعمورة وزيها زي أي أمة من الأمم فيها الكويس وفيها الوحش بتنقسم البكتيريا لبكتيريا نافعة وضرورية لحياة المخلوقات الحية وكمان بكتيريا ضرة وفتاكة بتبيت شعوب أكملها لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه بيلهم العقول العبقرية اللي بتكتهد دايما في إنها توصل لمواجهة تحديات الحياة من أمراض وأوبئة وتستخلص من بذرة مجهودها الحل اللي تقدر تخدم به البشرية وتنقذ ملايين البشر والصراع بين الخير والشر موجود في كل مستويات الحياة بكل أبعدها من الزرات للمجرات وعلشان كده وبالرغم من وجود سلاح في إيد الإنسان اتعود يواجه به البكتيريا إلا إنها قدرت بعد سنين تنتقم لكل مثيلتها اللي أبيدوا بفعل السلاح اللي اخترعوا الإنسان ومن الضروري إننا نعرف خطورة الصراع وممكن يوصلنا الفين وإزاي هنقدر نواجه مصرنا لو كانت كلمة النصر في الصراع من نصيب البكتيريا أهلا بكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول في عام 1928 ميلادية اكتشف أليكزاندر فلامينج علم الأحياء البريطاني الشهير البنسلين واللي ساهم في إنقاذ ملايين البشر من العدوى البكتيرية المنتشرة اللي كانت بتقضي على واحد ورد تاني بدون توقف ففي يوم من الأيام كان أليكزاندر فلامينج شغال في المعمل بتاعه بيبحث فيما يخص نوع من أنواع البكتيريا الشائعة والنوع ده كان هو المسؤول عن الدمامل اللي بتطلع في الجسم وكانت البكتيريا دي بتمثل كارثة للناس اللي عندهم نقص مناعة لأنها كانت بتدخل عليهم وبتنتشر في الجسم كله بمنتهى السرعة وكانت بتبيد الألف منهم في أيام فخرج في المنج يقضي أجازة أسبوعين وكان سايب الطبق اللي فيه عينات البكتيريا اللي بيدرسها وعن طريق الخطأ جات على الطبق عينا من البنسيليم واللي تفعلت بشكل ما مع البكتيريا ولما رجع وشاف نتيجة التفاعل وصل بملحظته العبقرية لاكتشاف البنسيليم وأول مضاد حيوي يواجه بيه البشر العدوى البكتيرية وحصل بعدها على جيزة نوبل نتيجة ملاحظته في عام 1945 واستمر العالم لسنوات طويلة بينتصر على البكتيريا بفضل الله ثم بفضل المضادات الحيوية في الحقيقة كتير من الناس اللي بتستخدم مضادات حيوية بتتعامل معاها بمنتهى العبسية وبكميات غير مدروسة وغير محدودة وده سبب أساسي في الكوارث اللي هنتكلم عنها قدام لكن يهمنا الأول نعرف إمتى المفروض نستخدم المضادات الحيوية أحد أبرز الأسباب اللي تخليك تستخدم مضاد حيوي هي الالتهابات البكتيرية مش الفيروسية يعني لو رحت لطبيب مختص وابتدى يشخص حالتك المرادية وقال لك إن عندك التهاب بكتيري ساعتها هيوصف لك مضاد حيوي أما لو قال لك إنها عدوى فيروسية فابعد تماما عن المضادات الحيوية بالإضافة للناس اللي منعتها ضعيفة ودول بياخدوا المضادات الحيوية كحل بديل لخط الدفاع الأول ليهم واللي هو أصلا المناعة وكمان بيتم استخدام المضادات الحيوية بعد العمليات لإن البكتيريا اللي بتبقى في المستشفيات بتبقى من أخطر الأنواع وأكثرها فتكا بالإنسان وفي الحالات اللي زي دي لازم يتم استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف الطبيب الصراع بين المضادات الحيوية والبكتيريا شبيه تماما بالمعارك الحربية اللي بنشوفها كبشر فبيبتدي المضادة الحيوية في عملية محصرة للبكتيريا ويحوط بيها من كل الجوانب ويمنع عنها بقدر الإمكان أي إمداد أو مساعدة خارجية من البكتيريا المجاورة وبعدين يبدأ يضرب لها الحنض النووي بتاحها علشان يضعفها ويمنع نموها ويوقف العمليات الحيوية اللي شغالة جواها ويوصل البكتيريا دي لعملية موت بطيء تفضل تضعف تضعف لحد ما تموت تماما ومش بس كده ده كمان بيمنعها من التكاثر علشان ما يخلصش على واحدة فيلاقي التانية وعلى قد ما المضادة الحيوية سلاح ضروري لمواجهة الخطر البكتيري اللي بيصيب الجسم إلا إننا لازم نستخدمه صح وإلا هتحصل عواقب وخيمة مش بس إحنا اللي هنتحمل خسيرها لكن البشرية كلها استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط وعبسي بيزود احتمالية إن البكتيريا دي تكتسب خبرة أثناء تكرار الصراع بينها وبين المضادات الحيوية اللي الشخص عمال يخدها عمال على بطال والبكتيريا بيرجع عمرها لملايين السنين وعندها القدر على التكيف مع الظروف المحيطة بيها وكل ما بتاخد أنواع مختلفة من المضادات الحيوية كل ما هي بتاخد خبرة في التعامل مع الأنواع دي فنيجي بعد كده وتخلص مننا المضادات الحيوية اللي بتأثر فيها وتحصل الكارثة البكتيريا عندها آليتين في التكيف مع المضادات الحيوية والتغلب عليها في المعارك أولهم هي آلية التعانق واللي بيحصل هنا إن البكتيريا القوية اللي لسه المضاد الحيوي ما أصرش فيها بتروح كأنها بتحضن الخلية الضعيفة وتديها حمد نووي يقويها من جديد وتاني آلية ودي الأخطر وهي آلية التحول ودي بتاكل فيها البكتيريا القوية البكتيريا الضعيفة وبتتعرف على السجل والتاريخ بتاع الصراع معا مضاد الحاوي فتفهم هو بيهاجم ازاي وبيحاول يقتلها بأي طريقة فتبدأ تعيد حسابتها وتخطط لضحصين نفسها ويطلع نوع جديد من البكتيريا اللي بيطلق عليه اسم السوبر باج وده يعتبر وحش البكتيريا اللي لما بيظهر ما بنقدرش نواجهه ومن أشهر السيناريوهات اللي عواقبها كارسية إن الشخص ياخد مضاد حاوي لفترة ويوقفه قبل ما يخلص الجرعة اللي موصفه له والسبب في كده إنه بيبدأ يحس بارتياح من تاني أو تالت يوم من العلاج فبيقرر منه لنفسه إنه يوقف الجرعة الباقي اللي بيحصل ساعتها إن المضاد الحاوي مش بيكون قضى على كل البكتيريا الضارة لكنه بيكون قضى على الضعيف منها وأضعف القوي منها علشان كده الواحد بيبدأ يحس بارتياح لكن لما بنوقف المضاد الحاوي في المرحلة دي البكتيريا بتكتسب مناعة ضد المضاد الحاوي اللي حاربها قبل كده وفي ناس بتقول أنا ناديرا لما بياخد المضادات الحاوية يبقى أنا كده الحمد لله بعيد عن الكوارث اللي بتتكلموا عنها دي اسمح لي أقولك إنه للأسف لو ما خدتش المضاد الحاوي بمزاجك فابتاخده بالعافية المشكلة بتكمن في مزارع الأبقار والدواجن لما بيخافوا على انتشار عدوى من فرخة لبقية الفراخ بيحقنوا كل الفراخ بالمضادات الحاوية علشان يضمنوا إن الإنتاج يطلع ما فيهوش مشكلة ويكسبوا من غير أي مشاكل فلو الفرخة أصيبت ببكتيريا من نوع معين والمضاد الحاوي ما جابش معاها وانت كلت الفرخة دي لو انت جالك نفس البكتيريا وخدت نفس المضاد الحاوي ساعتها ممكن تقابلك نفس المشكلة وعلشان تتخيل حجم الكارثة اللي بتحصل حوالي 2 مليون مواطن أمريكي بيجي لهم مناعة ضد المضادات الحاوية كل سنة وحوالي 23 ألف إنسان بيموتوا سنويا بسبب العدوى البكتيرية اللي ما بينفعش معاها أي نوع من أنواع المضادات الحاوية والخطر في تصاعد مستمر المضادات الحاوية نوعين إما تكون محددة لمواجهة نوع معين من البكتيريا ودي اللي يستحسن اللجوء لها وقت ما نقرر إننا هناخد مضاد حاوي والنوع الثاني هو المضاد الحاوي واسع المجال وده اللي بيستخدم في الغالب وفي النوع ده المضاد الحاوي بيخش يضرب في البكتيريا أيا كان نوعها نافع أو ضار وده معناه أن البكتيريا النفعة اللي زي المايكرو بايوم بتتضرب هي كمان وتموت والمايكرو بايوم موجودة بأعداد مهولة تصل إلى تريليونات في جسم الإنسان وبتساهم في عملية الهضم وبتدخل في تكوين 80% من الجهاز المناعي بالإضافة لتكوين كتير من الفيتامينات وتخفيف حالات الاكتئاب بشكل كبير فالهجوم عليها مش في مصلحة الجسم بحال من الأحوال في أواخر عام 2015 تم رصد حالات لمقاومة مضاد حيوي اسمه كولستان المضاد الحيوي ده يعتبر قديم ونادر الاستخدام وده سر مستو إن البكتيريا ما تعرفهوش فعلشان كده بيعتبر هو خط الدفاع الأخير اللي بتستخدمه الصين في مواجهة العدوى البكتيرية لما ما فيش حاجة تانية تجيب أي فايدة مع البكتيريا فلما النوع ده الضرب كانت كارثة بمعنى الكلمة وكان السبب في مناعة البكتيريا ضد النوع ده من المضادات الحيوية هي مزارع الخنازير الصينية اللي كانت بتتحقن بالكولستان علشان يحفظوا عليها من العدوى وده تنقل البشر عن طريق الأكل زي ما قلنا من شوية بعد ما فهمنا خطورة مناعة البكتيريا للمضادات الحيوية وعرفنا إنها بتهدد حياة ملايين البشر جهة دور إن إحنا نلاقي الحل اللي يخلينا نتجنب حدوث كارثة زي دي بقدر الإمكان أول حل لازم نعمله إننا ما نستخدمش المضادات الحيوية في الإلتهابات الفيروسية ونستخدمه بس في الإلتهابات البكتيرية وده لإن أي استخدام عبسي وبدون سبب بيساعد على إن البكتيريا تفهم الموضوع وتقدر مرة في التانية إنها تحصن نفسها ضد المضاد الحيوي وضروري إننا نعزز وجود المايكرو بايوم وده عن طريق تناول البصل والتوم والشوكولاتة الغمئة والموز والخرشوف وبينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والمسمى بسي دي سي بأربع استراتيجيات أساسية في التصدي لحدوث مناعة ضد المضادات الحيوية أولهم إننا نقلل العدوى البكتيرية بقدر الإمكان ونعزل المصابين لحد ما يتم إلجهم وتاني حاجة محتاجين نعمل رصد دوري للبكتيريا اللي في أجسامنا كنوع من أنواع التحليل علشان نقدر نرائب مدى اكتساب البكتيريا دي للمناعة وتالت استراتيجية هي الاستخدام المنظم والمدروس للمضادات الحيوية ونبعد تماما عن العباسية في استخدامه وأخيرا رابع استراتيجية هي بزل جهد كبير في البحث والتطوير للعقاقير والمضادات الحيوية الجديدة اللي نقدر بيها نواجه خطر المناعة بتاعة البكتيريا وفي النهاية بنفكر نفسنا وبنفكركم إن الوقاية دائما وأبدا خير من العلاج اتبعوا النصائح وما تهملوش في صحتكم بدل ما تمشوا على رجلتة الطبيب غصب عنكم وبكده نبقى تكلمنا النهاردة عن مناعة البكتيريا للمضادات الحيوية تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول وشوفكم الحلقة الجاية